ونتحاول أن نفتح الأبواب على المساحات المختلفة للوقاية والعلاج وهذه أيضا مساحة للعافية طيب في الفقرة سنتكلم عننا هنا الفئات المستهدفة والأكثر عرضة بالنسبة لعلاقة طبيعية عشان نعرف أكثر الفئات البديلين في علاقة طبيعية نحن بناخدها من ناحية أقسام فمثلا في قسم العظام أغلب المرضى اللي بيجونهم عبارة عن حالات الانزلاغ الغضروفي حالات خشونة المفاصل وحالات مثلا ما بعد الكسور بالنسبة لنا أو بنقول عليه هو تيبس المفاصل أو قلة الحركة في المفصل كذلك بالنسبة لنا الكتف المتجمد مثلا لكل حالات بيجينة في علاقة طبيعية علاج كوم كيف عن طريق مثلا أجهزة معينة بتقلل الألم أول حاجة وبعد ذلك بيحاول نعمل بعض المكملة الساخنة أو الباردة حسب الحالة لتقليل الشد العضل الموجود وبعد ذلك بيكون في التمارين علاجية معينة بالنسبة لقسم العظام إذا جينا مثلا لقسم آخر مثلا قسم النساء والتوليد أو قسم المخوى الأعصاب فقسم المخوى الأعصاب بيجينا حالات كثيرة مثلا حالة الشلل بأنواعه أو الجلطات أو بالنسبة لنا اعتراض أطراف العصابة الطرفية دي كل المريض بيجينا في المجمع بيعاني من قلة حركة أو قلة إحساس قلة الحركة وقلة القوة العضلية بتأدي إلى ضعف الحركة وقلة التوازن فالبروتوكول العلاجي بالنسبة ليهو أول حاجة تقوى العضلات دي سواء كانت في الأرجل أو في الأطراف العلية أو في الأطراف السفلة لحد ما يصل لمرحلة معينة من التقوية بعدها يبدأ مرحلة التوازن والمشي في مجمع سفانة مثلا المريض بيجينا على الكرسي المتحرك فالحمد لله بيصل لمرحلة أنه يطلع هو متحرك أو ماشي يعني أضعف الحلول أنه يمشي بمشايع أو بمساعدة ذلك من أحدهم فبيكون العلاج على تنشيط كهربائي للعضلات بعدها تماريل المشي بعدها تماريل التوازن وعندنا صالة معينة معدة بأنها تتناسب مع حالة المريض فتاني عندنا قسم الأطفال وده قسم معد بيزاته يعني مهيئ بيستقبل حالات كثيرة جدا جدا من حالات الأطفال وأهم حاجة بالنسبة للأطفال إحنا أن نقول البداية السريعة للعلاج تدينا النسجة أفضل ونتمنى من الأمهاتي أن نكون عندهم الوعي الكامل بأنه لازم الطفل اللي يحتاج علاج طبيعي فما يتأخروا عشان نصل للمراحل كويسة ونتائج مرضية الأطفال بيجون أغلبهم هم نس حالات الشلل الدماغي بكل أنواع اللي هي بتأثر على الضعف في عضلات الأرجل في عضلات الأيادة قلة النمو وقلة الحركة وكذلك مثلا تأخر الجلوس والمشي بالنسبة للأطفال بنبدأ معهم العلاج تدريجيا على أن يبدأ التقوية في جسم الطفل عموما بتمارين رياضية معينة ودائما الأطفال بنبدأ عن كل الأجهزة الكهربائية العلاج هو عباله بتمارين بحث فبالتالي لذور الأم مهم جدا في أنه تحفظ كل التمارين وتحاول تكررهم معهم في المنزل بعدما يتحرك الطفل ويبدأ يستعيد قوته بيكون في تمارين للتوازن ونخليه يعيش حياة مريحة بوضعه المناسب معهم بعض الأطفال بيشفوا تماما نتيجة لحالات خفيفة معينة لكن بعض حالات الشلل أو الدماغي أو قلة الحركة بصورة واضحة بنصل معهم لصورة معينة من العلاج التي تكون مرضية للمريض والأم بحيث أنه نقلل من العباء الموجود عليها والطفل يعيش مرتاح بقدر الإنكار ترجمة نانسي قنقر